عيون القلب صهرانة ما بتنامشي هي دي اللي مع النادي الاهلي بس عيونه صهرانة ما بتنامشي على الكيف وعلى المزاج وانا عايز اتكلم في مفهوم يخص لعيبة النادي الاهلي عشان بتحكيم وعشان اللي احنا بنقوله ده يوتوبيا مش موجودة المدينة الفاضلة مش موجودة لو خدت حقك مرة مش هتخضر بها فايه اللي يحصل اللي يحصل ان استغل كل ظرف عشان انت عارف كويس قوي ان اطراف المنظومة وتحديدا التحكيم هيعمل فيك كده وحيستغل ان في حاجة ادك حقك فيها لانه حقك ولانه هي واضحة بس هيجي في مية حاجة تانية هيستغل ان هو يقدر ما يدكش حقك فيها فده سبب ادعى ان انت ما تسيبش الامور للظروف وفي المرة اللي انت خدت حقك فيها دي لازم تخلي المرتين والتلاتة والاربعة اللي مش هتاخد تحقك فيهم ما لهمش لازمة وعلى فاكرة اللي احنا بنقوله ده مش طبيعي اللي احنا بنقوله ده مقحف جدا جدا للناجي الاهلي ولعبته ولو قلنا غير كده يبقى احنا لا ناس عقلانيين ولا ناس متزنين ولا ناس فهمين يعني ايه كورة لان الطبيعي في اي رياضة انك تديني كل فرص العادلة بس لو فضلت اتكلم عن ما ينبغي ان يكون وانا سايب ما هو كائم بالفعل يبقى انا عندي مشكلة كبيرة جدا لقطة اسامة اتكلم فيها حتة امين عمر ان كان عنده الطبيعي ركلتين جزاء يصفر عليهم فكان بالتالي الموضوع بالنسبة لي دي اكتر حاجة في المباراكة هتخلينا نجن كان هخليه مش مستوعب لانه كان حيفوت على حكم الفار فرصة انه ما يستدعوهوش فبالتالي حتى يا اخي لو قرارك غلط وحكم الفار قالك ما فعيش حاجة وروحت شفتها فلو قرارك صح كنت بالتالي هتتمسك بيه وتدي لقى لحقه لو غلط كان خلاص ما تضررناش من تدخل حكم الفار انما انت حكم غير كفر مش من النهاردة من زمان من اللحظة اللي قبل كمان امين عمر في مباراة البنك الاهلي الموسم اللي فات ما تبقى هي المشهد الاكثر درامية في الغاء هدف هو وحكم الفار لا يفقاه شيء عن قانون اللعدة ويطلع يبرر عسام عفتاح ده بالنداء روح البروتوكول اللي بعدها شفنا في مباراة الزمالك نفس الحالة وحكام اجانب وكشفوا وعروا جهل افكار التحكيم المصري وورونا المشكلة وصلة ازاي ولكن امين عمر ما توقفش عن التحكيم بعدها وما تشطبش وبيتواجد في مباراة الاهلي تاني فطبيعي يكون عنده الاريحية النفسية انه يظلم النادي الاهلي لانه ما تحسبش ومش هيتحسب بالمناسبة فبالتالي وعشان ما يبقاش فقرة نديف كل مرة وكأنها بكائيات لازم انت كمان تتعامل مع ما يحيطك من ظروف تحكيمية وما كانتش دي اللعبة بس وتعالوا نشوف القصة توضح ان الخد تحققك مرة مش تاخده تاني وانا لو لك عشر حالات واضحة ممكن تاخد منهم اتنين تلاتة لما تشوف الخبير التحكيمي احمد الشناوي هو بيتكلم عن طرد مستحق اخر على فيوتش انا عايز اقول لعبة زي دي ما تقولش ان امين عمر شاف الكلام ده خلينا نقول ده شغل فار يعني بدون الفار لازم يحكي بقرب او خلي بالكو ايه السبب ان هو الطرد مباشر الرجل ما تلمتش لا انه قزمة القوة كمان المستخدمة عمل تاكلنج وراحها في قوة فيه اندفاع وفيه قوة رايح الى جانب الكرة على الارض هو داخل في اصفة الرجل اذا ما برشاح يلعب كرة بص رايح يعني الكرة على الارض هو رايح يلعب في اصفة الرجل وفيه الطرد هنا مستحق وقرار الفار قرار صحي لا جماعة ده ده الطرد اللي تكرم حكم الفار مشكورا وتكرم حكم الساحة ان خدنا حقنا فيه لكن فيه حاجات تانية كتير ما خدناش حقنا فيها لان هي دي الفكرة اللي بنقولكو عليها لو خدت حقك مرة انسا يوتوبيا مش هتبقى موجودة خصوصا مع حكام بهذه الاريحية النفسية في ظلم الاهلي وده بالنسبة لي اللي مريب جدا الراجل عنده اريحية نفسية الراجل وشه مرتاح هوه بظلم النادي الاهلي ولعبة فيه احتمال ضربتين جزاء يا اخي انت عندك فار صفر وخلي الفار يقولك انت غلطاء انما حتى انت لو بتفكر من باب ان انت بتحفز على شكلك وان انت حكم ده انت اديت فرصة ان الاهلي يظلم ففكرة غير منطقية بالنسبة لي بالمرة وبتأكد ان طبعات كتير جوه الواحد على التحكيم المرة